أذهب بكم إلى زيارة الندبة وهي غير دعاء الندبة زيارة الندبة أو تعرف في كتب المزارات بزيارة آل ياسين غير المشهورة من جملة ما جاء فيها السلام عليكم أنتم نورنا أنتم أنتم يا آل محمد أنتم نورنا وأنتم جاهنا وأوقات صلواتنا أنتم جاهنا أوقات صلواتنا وعصمتنا بكم لدعائنا وصلاتنا وصيامنا واستغفارنا وسائر أعمالنا كل هذه شؤونات ومظاهر الجوهر واحد الحقيقة واحدة وجه الله وأنتم جاهنا وأنتم أوقات صلواتنا في نفس الزيارة كلمة واحدة تجمع كل هذه المضامين التي مرت والتي ستأتي في نفس زيارة الندبة وهذه الزيارة مروية عن إمام زماننا أسألكم يا أشياء علي ماذا قال باقرهم من لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا هل تعرفون الصلاة بهذه الثقافة المحمدية العلوية ماذا يقول صاحب الأمر فما شيء منه ما شيء منه كل شيء فما شيء منه والصلاة منه أو ليست منه ليست من الأشياء التي ينطبق عليها هذا العنوان فما شيء مننا مننا نحن الشيعة مننا نحن الخلائق فما شيء مننا إلا وأنتم يا آل محمد له السبب وإليه السبيل أنتم له السبب وإليه السبيل مظاهر هم السبب وبعد ذلك هم السبيل أيضا الموصل إلى نتائج تلك الأسباب فهم الصلاة وهم الأصل وهم الصلاة وهم الفرع وهم أوقات صلواتنا وهم الكعبة وهم وجه الله الذي أحاط بكل شيء فما شيء مننا المضمون هو هو في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم ذل كل شيء لكم هذا هو تفسيره فما شيء مننا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل وصلاة شيء من هذه الأشياء صلاتنا شيء من هذه الأشياء فأنتم لها السبب وإليها السبيل ترجمة نانسي قنقر